من قصة فاسد القرن الكبير نور زهير إلى قصة التجسس في مكتب رئيس الوزراء إلى قصة التلاعب في الميزانية إلى قصة قاضي النزاهة ماكو حكومة أو عملية سياسية تستطيع أن تتحمل أربعة فضائح بشهر واحد على قولتي يغني بشهر واحد لفن منك مصابين هل سمو مصابين سارا أربعة وقد يكون سنة خمسة وسنة كثار ولكل فعل ردت الفعل الفعل قد تحققه ردت الفعل على إطار التنسيق مجتمعا الولد النهار كل والليال كل اجتماعات يوم يم العبادي يوم يم المندلاوي يوم يم المالكي يوم يم الخزالي دا يتناقشون بهذه القصة والحديث والبيانات كله يتركز على ضرورة وسوف هل ضرورة وسوف اش راح تنتج أنا ما عرف لكن السؤال هل هناك جرأة ومصداقية في الاعتراف أن هذه النتائج التي حصلت وثبتت وهذه الفضائح هناك من يعترف بها ويرجعها إلى أسبابها الأصلية إذا كان هذا كل الذي حصل فساد من صنع الفساد من شرعنا الفساد من حمل فساد من جعل الفساد متغولا في الحكومة والدولة والأحزاب والقوى السياسية أنتم لما تردون السلفون على شعبكم وشعبكم يوم أنكم بدأتم تراجعوا الأمور قبل كل شيء كنوا صادقين مع أنفسكم هذا الذي أنتم به وأنتم قد اعترفتم اليوم من خلال خطاب السيد المالكي أن العملية السياسية على وشك الانهيار أو في طريقها للانهيار ويسبب ذلك أن البعض السلطات تسحف على بعضها البعض وأن هناك عدم احترام السلطات لبعضها البعض طيب إذا كان هذا اعتراف مثل الاعتراف السابق تدخلنا في القضاء واعتراف سابق نحن فشنا واعتراف سابق نحن بقنا ونحن سرقنا ونحن لا نصلح طيب ماذا تنفع هذه الخطابات والبيانات مرة تتحولون إلى منصحين ومرة تتحولون إلى مبشرين ومرة تتحولون إلى زعامات ومرة تتحولون إلى محذرين كل ذني أنا أريد أسألكم بسؤال بريئة ماذا أنتجت هل تزحزحتم من هذه المواقع هل تزحزحتم عن هذه الأخطاء هل أنتجتم فعلاً ملموساً هل كانت هناك مراجعات حقيقية للأخطاء ما العملية السياسية يجب أن تفشل ويجب أن تصل لطريق الانهيار لأنه ما بني على باطل فهو باطل لكن نتمنى أن هذه الخطابات تعطينا أمل أنتم الآن اعترفتم أنتم الآن قلتم أنتم الآن عقدتم الشارع أنتم الآن إذا كان هناك من بصيصي أمل لدى الناس الباتشر أنتم قتلتموه في هذا الخطاب هسان أفتهم ما أفتهم بس اسألوا غيري هذه الخطابات يجب أن تكون في مكاتبكم أن تصلع وأن تعالج وأن تطلع إلى الجمهور مفلترة ولذلك عندما تشعرون من العملية السياسية في الانهيار هناك خياراً أما أنتم وصلتم إلى مرحلة الاستسلام للقدر وللحالة أما أن التقاطعات في بينكم وصلت إلى حد الإعلان وراح نهدي لكم أغنية حوبتي أتعطرك يا خايم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر